بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء التاسع من الفصل الأول لمكرر النظم بالمعالج الدقيق لو تفتكر في الجزء اللي فات اتكلمنا عن النظم بالمعالج الدقيق وإزاي بيرتبط النظام بالمعالج في شكل في هيكل وخدنا أيوا التحكم في درجات الحرارة مش كده عن طريق مايكرو بروسوسور وبعض الأجهزة الملحقة بيه هنكمل كلامنا بس بمفهوم أكبر شوية وبدل من قول النظم بالمعالج الدقيق هنقول النظم بالمتحكمات يدى مفهوم أكبر من المعالج بس عشان تبقى أنت فاهم الفرق ما بين نظام يتم التحكم فيه بالمعالج ونظام يتم التحكم فيه بالمتحكم المتحكمات بيسموها in English microcontroller المتحكمات طب نشوف مع بعض يلا شفت الكلمتين اللي جايين دول بيقول ايه macrocontroller unit based system macrocontroller unit based system نترجمها مع بعض مع بعض كده macrocontroller unit based system طيب ايه الفرق ما بين macrocontroller و macro processor بيقول ايه بيقول ان macrocontroller هي عبارة عن ايه macro processor و memory و input output كلهم على تشيب واحدة ايه ايه يقولك ايه macro processor و memory و input output boards و كلهم موجودين على single semi conductor ship تخيل كده تخيل لما يبقى كل دول كلهم على ايه على تشيب واحدة تفتكر ايه اللي ممكن يحصل ايه اللي ممكن يحصل لما يبقى كل دول على تشيب واحدة صح بروض عليك هه الدنيا ايه هتبقى اكتر fast تبقى سريعة مش كده اه ما عادش فيه بصص ومصارات بقى معايا كله ايه هه كله على تشيب واحدة semi conductor ship الاتصال سهل وسريع مش كده اه طيب يا جماعة اذا توقع بقى في الديزاين الجديد دوت ان الباصز هه not available مش هتلاقيه باصز كتير في الموضوع ما فيش الباصز not available on the system و ايه كمان وكمان توقع ان الانبوت أو بوت بورتس هتبقى ايه generally يعني بواجه نعم يعني ممكن يتم ايه برمجتها بصورة هه تلقائية كل مرة يعني كل مرة تستخدم الماكرو كنترولر ممكن ايه هه تغير من الانبوت والأوبوت معا يا جماعة اذا نبول بقى بعض انبوت أو بورتس are generally and can be programmed to perform different functions كل مرة بتؤد ممكن تؤد وظيفة مختلفة طيب السيستم اللي احنا خدناه مبني على الماكرو بروسوسر تعال نشوفه كده شكله ايه وهو مبني بالماكرو كنترولر او بالمتحكم شايف يا جماعة كده اذا الماكرو كنترولر يا جماعة عبارة عن ايه بقى ده مجنع حطنا كل ده في شب واحدة اللي هو مين الماكرو بروسوسر والميموري والانبوت أو بوت بورتس اهي هه والانبوت أو بوت بورتس كلهم على ايه يا جماعة على شب واحدة زي ما انت شايف كده طيب وبعد كده كله دول يا جماعة هه يتم ربطهم بمين هه بالاجهزة الملحقة بقى اللي هي البريف ريالز كده اه البريف ريالز دي معناها الاجهزة الملحقة الهيزة ال температу سينسور والهيتر هه هه والفان والالي سي دي وكل دول لاحظ بقى دلوقتي مش شايفين السيستم باس اللي كان موجود قبل كده مش كده اه كل دول مرتبطين بمين بالمتحكم اللي هو ايه يكون بالتحكم في هذه الاجهزة ايه الملحقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة